هل هنا حسه في الفن التشكيلي لأنه هو كان فنان تشكيلي رائع ولوحاته مميزة ومختلفة ورغم عن ذلك يعني ايه برضو ما أخدتش زي ما بنقول الصيد اللي يستحقه مجدينجيب يعني الناس ما كانتش بتربط ما بينه أنه هو الشاعر العظيم وهو أيضا الفنان التشكيلي يعني يمكن عمل معرض أو اتنين فقط يعني ما عندوش هذا الانتاج اللي عنده المميز هو لأنه كانت شخصية الصحفي أحيانا بتكون تغيق على شخصية الفنان الجانب التاني هو زي ما قلنا في الأول هو زاهد في الشهرة شخص يعني ممتلئ برضا كبير جدا رسوماته كانت ليها طابع التأكيد على القيم الشعبية يعني حضرتك لما تربطي قولوا لعين الشمس مع أعماله هتجد أنه فيه علاقة الجانب المهم كمان أنه كان بيحب يرسم الحكايات الشعبية التراثية فهنلاقي عنده مثلا الأميرة ذات الهمة أو قطر النادى اللي هي زي ما حديك كنت بتقولي على الأغنية حكاية هو بيرسم برضو اللوحة بمنطق الحكاية بنفس المنطق فكان بيرسم الحكايات ديت ولذلك فيه موتيفات شعبية كتير ما احنا شايفين هو شاشة دي بعض الموتيفات اللي هي برضو شبه أغنية وشبه الحالة وده مثلا آخر معرض عمله هو كان مهدى لمحمد منير لأنه كان عامل ترجمة بصرية لكل الأغنيات لمونير يعني وفيها حقيقي رائع يعني كمان أنا بابقى حزينة أن الحاجات دي لم تصل بالشكل الكبير إلى كل الناس يعني هو الحقيقة حتى لما كان في المحنة الصحية الأخيرة التي سبقت وداعه كان معتز جدا بنفسه لدرجة أننا لما كتبت على المرض والحقيقة بعد ما كتبنا كان فيه استجابة لمسألة تعلاجه أنا مثلا كنت حزين قبلها لأنه لم ينال جائزة الدولة التقدرية صحيح على قوة إبداعاته لأنه ده جزء من شخصيته هو شخص كان يحب جدا الاعتزاز بنفسه والبقاء في الظل بينما الجوائع هو حال المبدعين حال المبدعين حال المبدعين بيحسوا أنه أنا إبداعي واضح وبين وهو ده اللي نقدر أقدمه ولكن التكريم يعني أنا بشوف دايما أنه المبدع والموهوب والشاطر زي ما بيقولوا يعني لا يطلب التكريم يعني يعني بالزبط حقيقي طبعا أكيد أكيد لكن خليني يقولي وعمل لهني شاكر كمان أه ده هني شاكر في البداية ياريتك معي ياريتك معي من الحاجات المخلوة وده جزء مرحلة طبعا الموجي يعني هو كان بيحب الموجي جدا وكان بيقول أن الموجي شخص كريم كعادة الفلاحين وكان بيحتفي جدا بيه وكان يحب جدا الموجي الحقيقي وكان دايما بيتكلم عنه بشكل رائع كان بيحب وجيه عزيز كمان أستاذ سيد معظم لوحاته يغلب عليها الطابع لون الشمس الأورنج ده موجود لون الحياة يعني هو غريب جدا يعني مجدي نجيب يعني كان يعني يرسل الحياة وهو يعيش في الظل آه يعني زي بالغنوة اللي عملها للمونية ولحنة وجيه عزيز بتاعت عصفور مدلع وفي قلبه حكايات بتولع فهو تصوره عن الطير وتصوره عن الشمس وعن الأفق كمان في حاجة قبل ما نختم أنه كان بيحب يرسم للأطفال وده جزء من برضو إحساسه بالبراءة هو كان بيعطي العطاء الأكبر في السنوات الأخيرة لرسوم الأطفال وده جزء من حالة البهجة والألوان المتوهجة دي لأنه ما ينفعش حد يرسم الأطفال ألوان مظلمة طب أنا كنت عايز أعرف منك قبل ما نختم كده على طول كيف كان ينظر للشعر والأغاني بقى في الفترة الأخيرة وأنت قريبين من بعض هو كان الحقيقة في مسألة الشعر كان بيفرق بين الاتنين يعني هو كان بيعتبر الأغنية شعر لكنه شعر بمتطلبات تتعلق باللحن أو اللحن فكرة السودي ما كانت شواردة عنده خلص يعني هو كان يكتب وبعدين السوق يطلب الأغنية لكن هو لا يكتب للسوق بالضبط هو بيكتب لملحن يعني هو يكتب مثلا فكان يكلم وجه عزيز يقول له أنا عندي أغنية جديدة تعال أخدها مثلا عنده أغنيات جميلة جدا مع المغاني الليبي أحمد فكرون أيوة صح ودي حاجة صحة الفنى ودي مرحلة برضو